انتكاسة كبرى للتنمية البشرية سببتها الأزمات المتلاحقة وعلى رأسها جائحة كورونا خمس سنوات إلى الوراء تراجعت مستويات الصحة والتعليم والمعيشة وفق تقرير أممي كما تعلمون فإن مؤشر التنمية البشرية يستند إلى ثلاث نقاط مرجعية وهي الصحة والتعليم ونصيب الفرد من الدخل وتراجعت هذه المعايير الثلاثة جميعا بشكل ملحوظ هذا يعني أننا نموت مبكرا وأننا أقل تعليما وأن دخلنا ينخفض عبر هذه المعايير الثلاثة يمكننا تكوين فكرة عن سبب شعور البشر باليأس والإحباط والقلق بشأن المستقبل صورة قاتمة رسمها التقرير الأممي بشأن الوضع الراهن بتأكيده أن الهبوط القياسي عصف بغالبية بلدان العالم تقريبا بما في ذلك الرائدة في قيادة التقدم العالمي للمرة الأولى منذ تبنيه قبل ثلاثين عاما انخفض مؤشر التنمية لعامين على التوالي وعادي لما كان عليه في عام 2016 أكثر ما يثير القلق هو أن ذلك التراجع الهائل شمل أكثر من تسعين في المئة من دول العالم ناقوس خطر دقته المنظمة الدولية بتحذيرها من إمكانية زلاق الاقتصادات إلى مزيد من التدهور على خلفية الصراع الأوكراني وأوصت الأمم المتحدة بضرورة إجراء تحولات اقتصادية تكافح الكوارث التي تحول دون التنمية عن طريق التصدي لتغير المناخ وخفض الانبعاثات الكربونية والاعتماد على الاقتصادات الدائرية فضلا عن تقليل عدم المساواة وإعادة تقييم السياسات المالية حتى يتمكن العالم من النهوض مجددا